من صدفان بدي رحب بكل سماعا برفقنا إن كان مباشرة عن الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين برنامج كل يوم بيوم واليوم رح يتناول الحرب النفسية المزيد من الشائعات والأخبار الكاسبة والزائفة عم تشتاح المجتمع اللبناني وعم بتحطنا قدام استحقاق جديد هو يا المواجهة يا الاستسلام تحت الصدمة من حول الأخبار حول هالموضوع رح نتناقش مع المتخصص في العلوم الاجتماعية روبير الهاشم أهلا وسهلا فيك شكرا أستاذ روبير رح بلش أحكي شوي البعض بقول إنه ما فينا نجزق الحرب النفسية عن الحرب الدائرة وخمسين بالمئة دور الحرب النفسية يكون فيه انتصال للحرب الميدانية العسكرية أدي هذا الكلام صحيح وأديش يلي عم نعيشه اليوم من كم من الأخبار الزائفة والكاذبة والشائعات هو حرب إلى جانب الحرب الميدانية شوفوا عبر تاريخ الجيوش تستعمل الأعلام بطرق حسب كل سنة في الأعلامه في الزمان ما كان فيه فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وقبل ما كان فيه انتصالات والآخرين كانوا يستعملوا عطول الأعلام حتى يقدروا يوصلوا رسالة معينة كانت إجابية لشعبهم أو سلبية للأعداء الحرب النفسية إذا أريدك مثل ذكر بأي شو اسمه أسانج شو قال أسانج ما في حرب بلشت بدون كذب لأن الناس ما بدأ حرب فشائل الحكومات بتكذب على الشعب على الشعب طبعهم يعني تقدروا يمرقوا الحرب بيرزع بتشوفوا بيحطوا هالمبالغ الضخمة على الأعلام من السعن لأصغر راديو بالعالم إلا نحن مش أصغر راديو مش قصد أصغر راديو قصد أنه غير يعني فينا نقول وضميرنا مرتاح أنه إزاعتنا غير مرتهنة بأي مشروع إعلامي يتنافى مع الأخلاق الإنسانية أولا أو مع أي خيار وطني تاني واضح الشيء من خلال كل المقابلاتكم وكل المرامج لتمرق قبل يعني ما بدكم مني يحكي عنكم فالأعلام أساسي وكريم ليك بدفعوا عليه كثير مرت الماضي عم شوف فيديو في أمريكا عم يقول بدفعوا 150 مليار دولار بالسنة بدفعوا الأمريكان يعلموا الأعلاميين يكذبوا ويكذبوا على الناس يوصلوا لأفكار لما نبدأ نعم توجيه الرأي العم وطرحوا بد 150 مليار دولار هذا الرأم منه صغير بيدلك هذا الرأم حجمه على تأثير الأعلام باقول عن نعم نعم صار عقلنا واقف عواطفنا تشتغل تحت تأثير نحن لازم نكون تحت الصدمة في أخبار نبسط خلال هالأسبوع عشرات من الأخبار رح بلش من الويك أند لليوم عشرات عشرات الأخبار كل هدفة تعمل لك صدمة وهيدي الصدمة تعمل لك مثل أحباط وهيدي الأحباط يقدي إلى استسلام والاستسلام عدم ثقة بما أنت عليه وبما أنت فيه وبالتالي صار خلص أنك تحس بالهزيمة أول شيء تحس بالهزيمة قبل ما توقع الهزيمة وبالتالي توقع الهزيمة نعم أنه هادي ليش ليش وصلنا لهون الكذب الكذب اللي بيستعملوه وقت الحروب بتقولي أنت أنا ما مرأ علي أنا ما مرأت علي الكذب أنتبع ثلاثة بشيء ولكن ترى الناس يودون لك بشكل متكرر خايفين وعب يتصفيك وشو رأيك وإلى آخر أنتبع حالك الخبرية حدا أول شيء تناخد أن فيه أقسام أنواع للناس في عندك أول شيء ناس بتخاف بس تخاف بتصير تصدق كل شيء مثلا وصل الخبرية من كم يوم أنه الإسرائيلية ودوا منشير على جل الديب ودباية أنوافتحوا ما بيقش فتحوا الإزاز بالله سألتون أنا الزلق وأمط الياس الزلق هالجل الديب وأمط الياس بين جل الديب ودباية هؤلاء ما بيقش ما بيقش بس بس أن يرقموه ورجع للغريب أنه في سايت الحزب حط هالخبرين وانا سكرت الإزاز وما صحيح فالناس بيتأثروا هيك لأنه بخافوا بشكل عام لأنه أساسا عم تضرب الطيران عم يضرب وعم يخرق جدار الصوت الناس من خوفهم من خوفهم بلقي خي طب نفتح لإزاز بصير خبروا لبعض يعني مريق الطيران بس ما بيحلل لأنه شو عندهم هون الإسرائيلية تا يمرؤوا بين الزلقاء هلا ما فينا نوصق بالإسرائيل ما بوصق فيهم بس هلا مش عم بسترجو يوسعوا نعم مش عم بسترجو يوسعوا تا ما توصع عندهم يعني هني عم بيشتغلوا موضعيا إذا بدك به أهداف محددة وبعده بالمقابل أهداف محددة مش عم تتوسع على المدن السكنية لأنها سكنية وعشوائية مش عم نحل السياسة بس نحنا مضطرين هون نفوت فيها فهيدا لو أنا جيت فكرت خبر مش مزبوط بس ملاحقت على الواتس أب رد عن الناس أنه ما تسدوا على الخبر ليش لأنه أول شي بدك تفهمي الوضع تاني شي بدك كون مش خايفي عرفت مش خايفي مش إنه ما تخافي من شي مش كون مش متأسرة بالخبر ما يكون مسيطر عليك الخوف نعم إنه الخوف شي إنساني طبيعي وإلو مركز بالدماغ وما في إذا ما ما بتخافي بتموت صح بس أنا مش شو ما كان بيخوفني لا لأنه بدي حلل بالأول الناس اللي عندها قدرة التحليل ضعيفي أو اللي بيصدقوا أي خبر أو اللي بيخافوا كتير أو اللي في عندهم انتماءات محددة سياسية أو غيره أو عقائدية أو إذا بدك مناطقية هاو دي بيصدقوا بشكل مختلف عن الإنسان القاعد عم بيحلل عم بيطلع ويشوف شو الخبر المزوط شو الخبر مش مزوط سيد روبير هاشم سؤال بديه فبركة الخبر يلي هو كاذب وزائف ويلي عنده تأثير ما على تخويف الناس كيف بتتم صناعة هذا الخبر شي غرف متخصصة لأله بتقدر نتيجته قبل ما توزعه كل هيدا الأسئلة يلي ما تروحها وقتا ينزل المصدر يعني أوقات يعني شوف اليوم شفنا عشرات من المنصات الجديدة فرخت إلى أسماء طناني وهيك إلى سقع خبرنا شوي عن صناعة الخبر الكاجب شوف نحن بالعلومة الاجتماعية بس بنعمل دراسة على الأرض بنجتمع على الطاولة من عدة اختصاصات مش بس عالمة اجتماع بنجتمع حتى مهنسين حتى محامين حتى الطبق أي نوع اختصاص بنقعد ومنحط أسئلة بس هالأسئلة قبل ما ننزلها بتنعمل الدراسة على الأرض بنعمل تاست عليها على الأرض مع الناس تنشوف شو بدنا نعدل فيها أولا فهن عاملين كتير من أيام الكورونا عاملين كتير وشافوا الناس وغير على منحك عن أيام كورونا شافوا أي خبر بودوا كيف كيف الناس بتصدوا أو ما بتصدوا أيضا الخبر بودوا بيكون لاحقوا شي بالأعلام بالتليفزيون بالراديو إلى آخرين وفيسبوك يعني أعلام بيقدوا يستعملوه مثل بدهم وبيهجموا عليك من عدة مطارح يعني بيودوا لك إيها واتس أب بدون مرجع الناس بتصدقه بدون مرجع خلاص كبوا ما بتطلع فيها الخبر بيمرجع بنا شوف مين المرجع إذا كان المرجع صادق بالنسبة لإلي أنا فيه فيه كريديبل يعني موسوق موسوق أو لا شوف إذا مش موسوق كمي بقطع عنه أنا إذا بتشوفي أنا مثلا المواقع اللي بقراها أو بشوفها تكرميل أعرف الخبر صح أو لا هي مصدر موسوق إذا مش موسوق ما بتطلع فيه في كتير فيديوهات ما بفتحهم حسب التعليق طبعا بشيرهم شو بدي فيهم لأنه ما فيك تشوش عقلك حتى أنت عقلك بتشوش أنه أنت قد تفكري قد تحلي قد عندك بيرجع آخر شي بيتشوش عليك ما ما تشوش عليك خدي مراجع موسوقة ما تكون عندها انتماءات مش قصة انتماءات مواقف مسبقة ومعادية لحدا معين عم تكتب بشكل موضوعي سأنت بتلاقي أنه هيدا بريحك بستفهم أكتر الموضوع هيدا شو كان سؤال القسم الثاني كيف بتتم فبركت وصناعة الخبر قلتلي من اجتماع بلشتلك هيدا تاني شي هني عندهم اختصاصيين بالاعلام بالعلم الاجتماع بالعلم النفس العلم النفس الاجتماع النفسي وعلم النفس العسكر عنده اختصاص بهالشغلين مسلا بتذكر انت من كم سنة كان في عندهم مركز عاملينه الأمركيين نعوني بالسادات شغلتهم يبصوا إشاعة وموول بشكل ملايين دولارة وين بالسادات شارع السادات الحمراء اه اوكي ما عند فكرة شغلته يشوه سمعت الإعلام الأمركيين كتير قوي حلفاء اكتار حلفاء اكتار الكامبل منطقة أو بالداخل عندنا وهلأ الحرب دقي انه أمريكا مع عشسائل صح؟ فالأخبار بتوصل عم بتوصل بكترة على روسنا وتتوزع بكترة لكل الناس كرميل هكا الناس عم بي بس يوصل لأخبار كتير بتشبه بعضك بتخافي بالآخر بتصدق اكذب 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 مشاكل تكرميل بالآخر بده تصدق شيء فقدما هني كتار ونحنا معاودين نسمع علامهم بتشوف اللي مش معهم بيحكي كلامهم من وين هنالك عم تسمعي عم تتابعي هنالك تابعتك فها كتير قطرة نعم بدي أرجو على صناعة الاخر وقت اللي بتكذب نعم طول اعفو تفضل تفضل لحدها بيكذب بيكذب الصبح كذب والدهر كذب وبعد الضهر كذب وعشية كذب وقبل النوم كذب وبيجي كذب انت ونيم كمان بس الحقيقة واحدة اهيان تتشوش عقول العالم بالكذب من انه تاخد الحقيقة نعم لانه الحقيقة صعبة عشر كذبات بالنهار حقيقة واحدة خلص وبطق لأي من الحقيقة صرت بالكذب نعم صرت بجو الكذب بتاعدي بتحكي مع الناس او قد تقولي شو عم بيحكوهم انه ليه أنا هاي اللصص عم بيحكوها معك بتشوفيها اول مرة بتسمعي انت وانت فايت بالسياسة وخايدة بالعلوم وبالاجتماع وبالاخرية ومنخرطة يعني بالعمل السياسي والاجتماعي بيحكوك شغلات ولا شو ماشي منزلين يعني اجوا اجوا من شي مطرح وايك ما فيك تسدقون ما فيك تنقشون ترجع مش في منطق هل غرف فبرك يعني ونحنا كل فريق سياسي او كل حزب او كل مجموعة وعلمه الخاص بيقنعهم بامور معينة وبيصيروا هالناس يحكوها بالمجتمع بيصير انا بفكر انا بفكر حسب علامي بشو بوجهني وهذا بفكر حسب علامي بشو بوجه وهيك بينقصر بالمجتمع بيصير هلأ بنحكي عن اكتفة المجتمع وتأثير الاخبار الكاذبة او الزائفة استاذ روبار هل صناعة وفبركة الخبر الكاذب الموجودة بغرف يلي الى اثار انه توصل للانقسام هل هي مرتبطة مباشرة بعمل العسكر او منفصلة كليا يعني وتيكون العسكر عم بيقوم بدوره وعم بيحارب انك انت ضده او معه هو هو منفصل عن هؤل اخبار او هو جزء من هيد الاخبار هي الالام السلاح من اسلحة العسكر يعني يستشار القائد العسكري بكل شئ يعني خلينا لا بيكون في جهاز امن مخابرات بيبص اشاعات معينة او اخبار كذبية او اخبار صحيحة طبعا كل واحد عنده في اشا بودي فالعسكر كعسكر عم بيقاتل هيدا ما بيدخل بالاعلام لا انا قصد القيادة العسكرية هو عم بتخطط يعني بتقول بدي اقتحم بدي اهجوم بدي عمل غارة بدي 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 اعطوني اقتراحات لبعض الاخبار الزائفة كيفية نشرها كيفية وصولها تأثيرها هاي القيادة السياسية بتعمل هيك عسكرية بتنفذ الاسم العسكري منو والمخابرات بنفس الاسم المخابرات منو الاعلام بنفس الاسم الاعلام منو يعني الف تشو يعني اذا بدك جهاز متخصص بالاعلام فيش علام عسكري مسلا بلا في اعلام اشعات مسلا بس مش معلن عنه ما حدا بتخبر هاي الاسم الاسم هاي في جهاز متخصص بيكون بيقعدوا على الاجتماع هو وزير الدفاع وقعد الجيش هو والحكومي كلها سوا بيقرروا بدنا نعمل هاي العملية هاي وكل واحد بيروح بيشتغل على طريقته شو لازم يعمل مش على طريقته يعني حسب اختصاص شو كونك حكيت استاذ روبير الهاشم عن الانقسام بدي ارجع لنهاية الاسبوع الماضي وقت طلعت شائعة واكيد سمعت فيها شائعة انه احدى المستشفيات تم نزع صلبان من الغرف ووضعهم بالسلة النفايات وبالتالي عملت متل شرخ حقيقي يعني انه تم استقبال كون لمعالجت كون وانتوا عم تتصرفوا بهذه الطريقة فيه شغلتين مثلي وبمسؤولية اخدت على عاطئ اتصلت بالمستشفى تأكدت ان الخبرية مش مظبوطة نشرت على صفحاتي الخاصة هيدا الخبر للأسف بدي تابع هون اقول ما يعني انت ما بتقول نفي المستشفى هيدا الخبر وغير صحيح بيجيك صوتين ثلاثة اربعة بقلك واحد صارت بس ما بدون اخص واحد مش بعيدة عنكن هي صارت بس انتو بكنت ضبط بوا يعني بيجيك حدا بيجيك حدا بقلك انا كنت فوق شفت كامل لا هو سمع من حدا موسوء لا وفي حدا بقلك انا كنت فوق شفت هيدا اكذب واحد شو تعليقك عايدة الحادثة هيدا ليه بتنقال تنقال تتشوش اول شي هدا طائفي انقسام طائفي واضح انو هودا اللي فاتوا المنصابين هنه شيعة وراحوا على مستشفى مسيحي فيها سلبين الشيعة كسر السلبين اه ليش عم بيقولوها هيدا عم بيقولوها طيان عملوا النعارات الطائفي لانه هودا في عندهم اختصاص عندهم اهداف شو هي اهداف انو عدو الشيعة ليش عدو الشيعة لانو صديقتون اسرائيل كل بساطة يعني ما في عندك سبب يكون عدو الشيعة غير ما تكون صديقتك اسرائيل وامريكا يعني طبعتك فهو دي بيطلوا هالاشيعة عتى يغزوا النعرات الطائفي النعرات الطائفي بتخليك تنفري من هودا وانده استغلالات تانية بعدين بتستطبع نعم بس كمام بهيدا زيت الخبر اللي نزلتو عم نحكي عن السيء خلينا احكي عن الإجابة كان فيه واعي يعني ما بعرف من هل هو دفاع عن النفس هل هو الوعي فيه حدا نكتب انه نحنا يلي لمينا تمثال العذرة بمعلولة نحنا يلي نحنينا وقدامنا نتحية للمريم العذرة نحنا بدنا نشيل الصليب نحنا كذا هيدا ما بيتصدق يعني كان فيه انقسام حتى بالرأي العام وكأنه كل واحد بانقسامه كل واحد من وجه يتنظره عم بقول هيدا الموضوع وزا بتلاحز انت قبل بفترة مش فترة طويلة يعني خليل الحرب هيدا شهر شهر ونص شهرين بيطلع بيلقطوا شي واحد شيعي عم بيحكي بيقول افكار يا مظبوطة يا غريبة عجيبة بتقبلها او ما بتقبلها انت بيستثمروا هلأ بتصيرت هيدا حيث تصل بي بيجوا بيغبطوا هيدا فيه تباتي انتو بتفكروا هايك اه انتو بتفكروا هايك بكون هيداكي الشيعة مو بتقو اللي حكي هايك ولو كان شيعي يعني كونوا شيعي عندهم اختلاف وجهات النظر عندي 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 اصحاب شيعة اخوة اهل ما والله مرة سمعتهم حكيوا كلام من انهم بنام عندهم بناموا عندي يعني هلأ اعكيتهم قلتلهم بيتي لقلكم مش شعرت لباتكم مش واحد مش عائلة مش اثنين مش شعب مثلك مثله مثلك مثله وطيب امم قولي اتعرضله انت ما تعرضطيله كم مرة تجدت من بيتك ولا انا ما بقى فيها عد ايه انه نحن كمنطة لا عم بحكي وتكون انت بنت الجبل تتعرض انك تتهجر من الجبل وتسكن على خط ماس وتتهجر من خط ماس وترجع تعيش تبجير المرفق يعني انا ما بقى فيها عد المرات اللي اتهجرت فيهم مش هيك بحس فيه اني بحس فيه لهيدا المهجر يلي بغير مناطق ما حسوا فيه لانه ما عاشوا التهجير بس انا عدت معا جنوب يعني بقى عار كتير معهم بخبروك اخبار يومية من وقت الفلسطينية كانوا مسايدتين لا وقت الاسرائيلية السيطرة اخبار يومية ما بتخلص برجع برجع الاشتياحات من 82 و جاي شي ما بيخلص هودا جاي انت تحكي عنه انك رح تعرف عليهم اكتر ناس عم بتضرر عم تقول كلام كتير كبير استاذ روبير عم تقول رح تعرف عليهم كيف بدنا نتعرف على بعضنا وفي ثقافة اليوم بيشبهونا وما بيشبهونا هيدا الثقافة يلي كمان بالخطاب لا تقل خطورة اجتماعية عن الخبر بيشبهو ولا هو بيشبه حدا حتى الاحوالي ما بيشبهو ولا بيشبههم قالها الكلام هو ما بيشبه حدا بيشبهوك ويشبهوك شوف في فرق روح يشوف اكلك واكل هو زيت سهرات انا سهرات مع حفلت اعراس مقاتم شب شب يفرق عنا يعني كم تفصيل ونحنا بين ضيعة وثاني بنختلف وبين مزحب ومزحب بين ضيعة والثاني وبين واحد وبين عام بيختلف بيفرق يعني مش بيختلف جاي اني خبرون حكي لانه فكرا انه نحن هون 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 نحنا عايشين مع هون ونعرف هم اللي عايش مع هون ما بيخبر اخبار اللي بعيد عنه وعنده نعراض طائفية أو عنده حس فئوي أو كذا أو بيتأثر بشو ما كان ممكن تأثر شوية بس بشكل عام ما عاد بصدقهم غير هن كده من لك انا اقول الوقات الزعيم اللي عم يكذب بيكذب على جماعته بس لان الاخصام ما بيصدقه فينطبوا الناس منذ عماء من زعيم اللي هو تابع لقلو زعيم اللي انت تابع بيكذبوا عجماعتهم هن هودي لانو انا ما بصدقهم جماعتهم بصدقهم يعني الكذب لم يرى لجماعتهم هايدي شغلت شغلت تجيش وبالنهاية بدو جيش جمهورو جيش جيش عشي حقيقي عحق مش عكذب عبشوز واحد بيكذب عولادو بيكذب عمجتمعو بيكذب عناس عبين تخبو ولهيك هيدا السياسة الكذب والسياسة هيدا بدا وقت الانتخابات نحكي فيها استاذ روبير بدي اتوقف عند مسؤولية كل واحد مننا قلت كل واحد مننا عنده طبيعة فيه اللي بخاف كتير وبالسيطرة على الخوف وبصدق الخبرية فيه اللي بحللها بمنطق فيه كسافة الخبر يلي بيجيه من عدة مصادر اوقات بمصدر او بغير وصلني هيدا الخبر شو مسؤولية الفردية بلش قوات كيف بقرأ الخبر بيطريقة كيف بتحمل مسؤولية انه ما انشر الخبر يعني فيه اوقات بعض الاخبار الكاذبة بتصير واقع لقد ما بتنشر يعني وقد ما بتنقل وقد ما بتصير مشاركة ادا هون مسؤولية كل واحد مننا يدفن الخبر الكاذب بأرضه مش خليه في مسؤولية كمان انك تنفي الخبر انت تقدر للي بتأسري اليون انه ينتبه انه الخبر كذب كمان انا مرت الماضي في عنا جروب وتصال في زالم كبير بتلف لي انا بشكرك لانه قلت لي انه التلفونات ما تفجروا قاعد بالبيت مش عار مش عار تفهم تحط تلفوني يوم يوم تفجر البيجرات بدي كون عندك انت مسؤولية تقولي انه ما تفجر ولا واحد هاي مسؤولية تب اذا تفجر بيتامك انت انت قتلت تني مش هاي تقدر تقولي هيك بيت كون رجعت وزا اتصل 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 ات المعنيين شو قالوا المصادر موسوقة مش واحد كب خبرية ودالي صورة ايفون مفجور من 3 سنين انه هيدا عم بيتفجر وهيدا وشوي خبروني انه تفجر الطاقة الشمسية وكذا انا قالوا لي بالبقاع متل وين بالقاع تفجر الطاقة الشمسية اتن تعرف الشخص اللي بتفجرت عنده منسأل سأله جاوبوني كذا فبدي تتأكد في تفجير او لا لكل الطاقة الشمسية معرضة تفجر يعني هي المصادفة تتنفجرت بهيدا ممكن ما تكونش وقتا يعني ما قدرنا نتحقق مظبوط انا شو عملت جيت فصلت الانترنت عن الطاقة الشمسية طبعا تعني ممكن ما بتعرف اوين بيوصل عني فصلت الانترنت ما فيوصل عندي خلص بس تفيت الراوتر انو بدأ عاد خايف انا ليش بدأ خايف تفيت اهمية انو ننفي الهدف انو ننفي ونوقف بمحل كمان بتكون انت عارف من عشر ساعات انو غلطوا بعضو حدا بيبعت لك ليش لانو انت نفيت الخبر بس ما سمعك هداك انو انت نفيت الخبر من مال من مال تاني واذا قلت نفيت الخبر لأ عندو تحليل تاني مجارو خبر وايك الناس بصير ويحلل بنسبة التحليلين انو تنقول في عندك مئة شخص لأ تنقول المجتمع كله سوا ادي نسبة الناس اللي بتعرف ادي نسبة الناس الواعية ادي نسبة الناس اللي بتحلل ادي نسبة الناس الموضوعية انا برأي الاكترية الساحة من الناس بدون ما يكون قلل الاحترام اي شخص الاكترية الساحة من الناس ملهيين بشغلهم خايفين يا خايفين يا ملهيين بشغلهم يا تابعين بصدقوا الحزب اللي بقلهم او المرجع اللي بقلهم وفي ناس بيقعدوا بيتسيروا بالفرن بيسمعوا خبرية عالطريق بيسمعوا اشاعة بيصلوا لنص بلا لينك يعني بلا مرجع هيك شو ما قدوا بصدقوا يعني مثل تاست بوزيتيف صدقنا تاست نيجاتيف صدقنا بيوجه عم نعملوا تالت مرة بوزيتيف ورابعة مرة نيجاتيف نحن حكي عن كورونا مش عم نحكي عن كورونا عم بلك بسدق وكل شيء عن الحرب الاعلامية العالمية اللي انعملت وهلأ ويطلع بعض المسؤولين ويقولوا غلطنا وكان في ضغوطات علينا هيدي شغلة كتير مهمة انو نشوف كيف بكم بتتم صناعة الشائعة والخبر فالناس في ناس بتصدق كل شيء وفي ناس ما بتصدق شيء مصبوط وهودي بعزبوك اكتر عكل حال ايه وفي ناس بتاخد الخبر بتحطه عالتحليل وفي نقطة مش متأكد منها بتلفن بسأل براجع بسأل كذا بس خليني هودي مش اكتر من 5% نعم لانو تحت الناس اللي فيك تتكلع على ايون من اكتر من 5% للأسف ما بحف اذا عم بتتبع لي صفحاتي على تويتر وعلى فيسبوك عندي تعاون مع منصة صواب بتصحح الاخبار يلي الزائفة وبت وبنشرق انا بس بدي اقول انو في البعض عم ينزعج مكمية الاخبار الزائفية اللي عم نزلها و الكون عم ننفي الخبر ويوقف لازم بأرضه بدي ما علي وجه رسالة وهيك بالكاميرا المباشرة كل واحد عم بقول انو انا عم بستفيد مادية من هيدا الموضوع بدي لكم انو انا عم بيدفع من جيبتي ومستعدة ادفع من جيبتي توصل الحقيقة ومش تجار الخبر الزائف انك تنفي او تصححه بس بليز ارجوكم ومش كل الناس جامعة تيك توك بدون لايف وبدون مصاري وبدون وردة واسد ومش بشي تاني سوري يعني بس كنت فتحت لي مجال تقول هيدا الكلام انا بعرف ادى اشتغلت انت بايام كورونا الى هلأ على موضيات تتبين الحقيقة وانا بشي هدى هالكلام ولا انا هون لأنت دفعتلي ولا انا دفعتلك نحنا شو عم نشتغل عم نوصل حقيقة حقيقة نعم بس لانو هيدا الشي اللي صار انو الداعم تقبض ما صاري تنشي الاخبار الزائفي تصحيح اخبار الزائفي للأسف بفكرك انو عم تنشر بهالكسافة لانو فيها لقد كسافة من الاخبار الزائفي ما العلم عندك حق انت تقبض حق المجهود اللي عم تعملي الخوري بس يعمل قداس بيعطوه مصاري بالصينية الانسان اللي حس مجهوده يجب يقبض حقه وانتي هون عم تنفعي مجابتك فكيف يجوا بيتهموك ما تزعل انو لا بس عم بقول انو نحنا عم ننشر الحقيقة ما عم ناخد شيء ولا هدفنا مالي يعني بس نقطع على السطر مشان ما ما ارجع اتكرر هيدا الموضوع وما بدي ارجع اتكرر وفي منهم بيكونوا زعلين عم تكذبيلهم خبريتهم نكذب يمكن يمكن شائعة يمكن شائعة هلأ لفتلي نظرة يمكن شائعة مشان عدم الثقة باللي عم بشتغله كمان هيدي شغلة شغلة مهمة بدي روح ونحنا عم نحكي عن الاخبار الزائفة في ناس باللوعي تبعولها بتطلع شيء يمكن بتخدم العدو في ناس باللوعي تبعولها بتنشر شيء بتشارك شيء كمان بتخدم العدو بس وقتا نوصل على شقة الرسمة وهيدا اللي حكيت عنه من كم يوم انو يطلع مسؤول بلبنان يمكن اتصالات يمكن خبز يمكن صحة يمكن يخبر العدو يخبر العدو وضعنا وضعنا صعب ونحنا مش قد الحمل هيدا بالحرب النفسية قداش نحنا غير مسؤولين وما عنا خطة وطنية اعلامية وما عنا خطة استراتيجية معنوية لا نحنا كتير مخروعين أصلا نحنا كتير مخروعين بالوزراء والنواب والآخرين كل واحد تابع لمطرع مثل ما حرطاموز في محلة استراتيجية كان على أحد التلفزيونيات بعد ما أصفت إسرائيل أصفت القطصاد الدمور نعم شو بيطلع بيقول نحلة مأصفت الخط الساحلي اللي أقونيك في كابل التلفون دلوا عليه راح تأصفتو عن وعي أو عن أصد عن بيسحح له لهدف صح هو مش مبيني هيك ولا كانت انتهامناه بالعمالة كانوا اتهمته الدولة بس هو عم بيقول نحلة مأصفت يديك ناس بيدلوا العدو عنقات ضعفك عنقات قوك قوتك عنقات الممكن تقصفية طيب بيطلع كل يوم هزبالة بيقول ما تصوروا ما مشوا غير الصور نازل والفيديوهات نازل ليه هودا بحيفة اليوم عند العدو عند عملة عند عملة ما بقى في معلومة هلأ ما تحققت منها وأنا بقلك موضوعة بر الياس قبل الياس لأت واحد قبل الياس قبل الياس ما تحققت منها بس إنه لأنه الخبرية انتشرت وبعض المواقع نشرتها بس ما كان في مصدر لإله يعني ما في مصورينه دعنه طويل آه هيدا المجنون طبعا برحة آه كمانا شفتها كمان ما تحققت منها يعني هيدا كلها بإطار فينا نقول شائعات لأنه ما في مصدر لإله صح أنا دايما بقول إذا ما في مصدر الوكالة الوطنية مصدر الأمنية مصدر حزبة بيان رسمة ما فيه أتبنيها حتى لو حزبة بيكتشوفها مي مين ودى موصوق ودى فيك دى موضوعي لأ البيان الحزبة يختلف عن أعلام الحزبة يعني حتى البيان الحزبة كمان بتفرق إنك تاخد بيان حزبة أو أعلام حزبة حتى تحمليه مسؤولية بتقول أنت حسب البيان الفلاني بس بيجر يتلع لك نص بلا مو أمضاء ولا توقيع وما فيك تقول مصدر لأنه بلا توقيع أنا دغري ما بقرأ هبقرأت أشوف إشعاعات عم بيكبه بس دغري ما بيأسر معنا لا كنت عم بقول بالإطالة الوطنية ليش معنا يعني بفهم إنه معنا إمكانيات نسلح الجيش بفهم معنا إمكانيات نجيب الكهرباء بفهم معنا إمكانيات نأمن نزام صحي لحالات الطوارئ يكون بس إنه ما يكون عنا خطة معنوية وطنية هايدي ما كنت أفهمها شو بينقصنا تعالشونا قصنا عنا هاي مش جواب على سؤالك دغري على القبل لما منعمل خطة إنه قال عملو خليط أزمة لجنة طوارئ لجنة طوارئ الكوارث عارفيا اليوم أنا أنا من جبال نحنا تحت مصريتنا كمجموعة ثلاثة أربع مدارس رسمية مليانين نازحين تعالش نقصين لقصنا فرشات ما حدا فكر أنه يعمل فرشات اليوم هلأ رح يجيب فرشة شفنا شفنا بعض الجماعيات عم بتأمن فرش ل قصفة أصعب بناك هلا عم جاذب نقمن فرشة اثنين خمسة تجي عائلة فرش اثنين نعم طيب بس فنحنا الدولة دولة لجنة لجنة الكوارث بيانت لنا فاشلة لأنه يجب أجهزة لمركزية يعني على صعيد الشعب الاجتماعي هن عندهم قدرة هيدا عم بيصير لأنه بيانت أنه وقتا الدولة عم تشتغل بشكل ما عم تقدر تنجوز شي إلا بالحكي وبيانات يعني هلا أكيد في شي عم بيقدمو مثل شو ما هو مش عم بقدمو من عندهم لأنه في خط من الخارج مساعدات مساعدات من الخارج عم تجي مش لأنه الدولة راح تشتري الدواء ومش لأنه الدولة اشتري تفرشات ومش لأنه الدولة لأنه في حد أنا عبيت برع شو اسم هي لجنة شو لجنة الكوارث الطبعية يمكن كوارث شي هيك كوارث والطوارث أه بفتكر هيك كوارث ما هي كارثية قصدك تقول كارثة كوارث مجموعة كوارث كيف قولوا مجموعة أشخاص مجموعة كوارث فيه قرار بهدم الدولة بتفتيت الدولة بتفكيك الدولة بانحلال الدولة اتخذ من زمان وعم يتنفذ شوي شوي ابتداءة من تسليح يعني لزا بدك تشريع سلاح الفاصلية خارج المخيامات الـ 67 أو 67 يمكن تفيت القهرة الحرب اللبنانية يرجع بعدين الحروب التي اجت من بعدين قصة الأعمار الكاذبة التي قمت 6 مليار وطلع عند 200 مليار ووسط الأعلام وكيف كل فئة اخذت انتي التالا واحدة اخذت موقع لحالها من عمل دولة وعطول في عندك تهديد خارجة حرب من هون بجيكي ومن هون بجيكي والآخر يعني من جنوب ومن الشرق السعيل والتكفريين وغيره وقبل كمان وقت كيف الجيش السوري هون كل هيدا عمل تتفكك الدولة تتفكك الدولة من مجموعات مش مواطنين مواطنين ما في عنا مواطنين بشكل عام عنا مجموعات حزبية أو طائفية أو سياسية أو آخر وشوان تقلّ بـ 17-20 لل هاي سميها نكبة 17-20 نكبة نكبة على آخر حللت يعني كل شي كان كل شي كان مبين واقف ضربه يعني ازاز واقف دربه تهر بس حبيت مشان ما كون عم بشارك بخبرية غير دقيقة قلّك انو اسم اللجنة اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أول شي في كوارث في كوارث لا تاني شي انو اسمها طويل يعني مش أحلى كون شوي هيك لايت مشان لوحد يستعملها بالكوارث بالكوارث أوكي تاني شي بهيك الظرف يعني بيجيك حدا يعني بيستغل الموضوع بيجي قلّك لأنه نحنا ما فينا نعلن حال الطوارث ولأنه هيدا اللجنة انتم عم بتنقوا منا تعونا نعملكم شي قانون شي قانون هيك من نسيطر عليكم فيه أكتر منخلي الخارجي سيطر عليكم أكتر فيه انطلعنا شوات نصاري ما بعرف في شي هيك بالكواليس استاذ ربان ولا ما بتعرف لأنه ما في شي مبين من هالنوع بس ما بتعرف كيف يستغل بعدها عرفتي هلأ طلعوا طلعوا اللبنانية نزحوا على سوريا ويمكن مصائب يقاموا عند قام فوائد بعض السوريين رجوا ع بلادهم كمان يقل أنه بعض السوريين رجوا كم واحد نسبة للي لا لا بس عبقول يبدو كمان أنا فيك تشكي هون أنه في تنسفير من المال تان ما فيك تعرف بس أنه هو دي اللوقت بيبينهم ما فينا كمان نحن نعمل مثل الأحكام المسبقة ونقول هيدا حقيقة جاية لنا ما فينا نعم كمان لازم إنسان يكون عطول مسجل هني عطول ومتابع طيب اشتوصل تبين عليك بديك انتبهي له وتوعي وتوجهيه أستاذ روبير أنا إذا طلعت بالتليفون بكون عم فتش إذا فيه أخبار عاجلة مشان كمان أوقات بينتقدونا على المنصات إنه كيف عم نطلع على التليفون نحنا عم نحكي مع ضيوفنا مش رفاهية إنه نحنا نطلع على التليفون نحنا بس لأنه بدنا نتأكد إذا فيه أخبار عاجلة تنقلة للأصدقاء المستمعين تنكون لحظة بلحظة معهم كون عم نحكي عن الأخبار الشائعة وحضرتك توقفت بمثل إنه كورونا قبل أربع سنين هو نموذج فينا نعمل قراءة لعلو فينا نعرف إنه بالحروب فيك أنت تخبر خابريات تتسيطر على الأخ لكن مع كورونا والوباء هو شي علمي يعني ما بده يعني واحد وواحد بساو اتنين ليش كان فيها الكم من الشائعات وكيف كانت تنتشر الشائعات وبإيه هدف كانت تنتشر الشائعات الهدف أساسا حسب المتابعة التي تبعت أنت بتعرفي أننا عملنا طبعا مجموعات كبيرة نجمع كل شيء معلومات وقد ما فينا نساعد الناس ما ساعد يعني طبيا ومعلومات وطوعية وإلى آخرين اكتشفنا بشكل واضح فكرة البرنامج كورونا هو برنامج يعني اسمه فيروس هو برنامج يعني عمل طعم الناس ما عملوا الطعم لأنه في فيروس اسمه كورونا هذا شيء مسبب فتيروجه يوصلوه كأنك تخافي أهم شيء الخوف كويولك وعيك كويولك كل شيء وكبو كل أنواع الإشاعات الكاذبة يعني مثلا الفيروس الذي أصلا لم يكن كائن حي يعيش على الخشب هالأد يعيش على النيلون هالأد يعيش على استنى ستما هو ميت أصلا الفيروس لم يكن كائن حي هو عمليا سم طبعا كيف يريد أن يعيش هو الكلمة غلط كلمة يعيش غلط البكتيريا يعيش الفيروس لا يعيش أول شيء ثاني شيء غسط إيديك 32 دقيقة ليس 32 32 دقيقة عفا 32 دقيقة يروح الفيروس عن إيديك طلع هنا واحد قال أنا عبغسط إيديك صرت بدي عقم عقم الحنفية عقم المغسلة عقم البلاط الحمام هلأ عمم بشط في المطار طريق المطار المغسلة يعني ما بتخلص إذا بيك صدق تثبتن بتشوف أنه أصلا ما بتثبط شوية لأنه عفوا نترجع للأساس لأنه هدفن عدة شغلات منه تطعيم الناس وضرب الاقتصاد بسبب اللوكداون وغيره وضرب نفسيات العالم بعدوا عن بعدكم تباعة الاجتماعية أكبر خطر اجتماعي تباعة اجتماعية خطر نفسي خطر نفسي وصلوكي على الناس وقت اللي يعملون تباعة اجتماعية الخوف من الآخر اللي هو اللمس والتقارب كلهم ستعملون لش تتخاف بس تخاف بس تتخاف البدنية تستسلم البدنية تستسلم بتصير تصد إخبارهم وإذا أنت ما صدقت اللي حواليك بصير يقاتلوك هون المعادلة يقال انه شابتك على سؤالك على آخر لا رح ارجع لأله بس كونك قلت انه وثا تصير تحكي حواليك بقتلوك عادة وتكون الاكثرية مع حق تكون هي قوية كيف طلع مع الاقلية حق بس بعد 4 سنين تبينت هذه الاقلية انها مع حق الفكرة ولا مرة الاكترية مع حق لماذا؟ بالتريق ولا مرة الاكترية مع حق هيدا بعلم الاجتماع اي عالة الاكترية مي بوجه النخبة شو هل تقولي عنه فالاكترية هل تقولي كيف قدرت الاكترية تسيطر على القليلة الاقلية لمع حق انمنعت من الاعلام وانحجبت وانضربت بشغلة بتعرفي انت في اطبط لو يحكوا الحقيقة خربوهم حياتهم طبعا في بعض اطبط قتلوا يعني تم يقول الحقيقة لانه هديك الاشرار يخافوا طبطحيهم وصدوا طبطحيهم يشار برنامجهم طبعا تكيد فاستعملوا كل الوسائل تيخوفوك تيخلوك تصدق خبريتهم نتيجة يروح والأمر تاخد ابنة صغيرة تطعمه لكورونا ومعروف انه الولد ما بينصاب بكورونا وانذا انصاب ما بيحش فيه هاذا فيه اصابة وشيء كلمة اصابة مش ضابطة عندي اصلا وانه الولد ما فيه ولد تأثر بكورونا وقت كورونا ما فيه ولد ما بعرف كثار ولد انصاب بشلل الاطفال طعم والكل خبريني بعدين شو بصير فيهم صار في وباء طعم شلل الاطفال اسمه وباء الطعم قال الدكتور دي دي راود وسكتوا خلص قال وخلص قال السبب الشلل من الطعم وليس صح وراحوا ورشوا وطعموهم كلهم هلا يعينهم هلا يعينهم هالغزة ان كيف صدق وياخدوا من هالأعداء تبعهم يطعم ألف واحد انصاب ما فيه مئة ألف مئة وخمسية ألف انصابوا بالأزيف خايفين واحد انشن لعبوها عليهم واسرائيل سحلت الامر هو تسحل اسرائيل الامر انتو شكوا بالموضوع على الأقل يعني بالموضوع بدي أرجع حكينا عن الهدف قلت نلقى هداف كذا 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 بس كيف كان العلم بخدمة يعني هون هون المشكلة يعني أنا بالسياسة فيه أجي نظر هلا عندي منبر بطلع بكذب عن الناس بخبرهم شي يا بتطلع لهم معنوياتهم يا بهدم لهم معنوياتهم يا بوجههم يا الناس بترجمني يا الناس بتزقف لي يا الاخرين ما فيه بس بالعلم برجع بقول واحد وواحد بسوي اثنين بالعلم واحد وواحد بسوي اثنين بالطب لأ اذا بتعرفي انت في عدة مدارس الطب طبا فيه وكله الأوروبة وفي شي عكس بعضه أمريكي روس وفي شي عكس بعضه طيب كم مرة نحنا سمعنا أخبار نفيه وهنا بعدين زيت الزيتون ما بيصوا شوية بتاع زيت الزيتون دواء الصوية الصوية بتجاني شوية تلعت الصوية كارثة كل مرة حليب اي الحليب والدرى والاخرين كل هود فهذا مش علم هذي وجهات نظر بصيروا بصيروا يطلعوا أما بخصوص الطب العلم 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 بيحد زيته بيحد زيته في شك يعني إذا انت عم تشتغلي علم لازم تشكي إذا ما شكيته هيا مش علم بتكون يا عم تتلقنة تلقين ما في علم ما في شك التلقين هو تلقين علم أو غيره بيجيك تلقين إذا ما في شك بيصير تلقين إذا في شك بيصير علم ما انت اللي عليك إنك تشكي تتأكدي إنه الشيء مضبوط أو لا أما هول طلعو رحكيو صدقو شو قالت منظمة صح العالمية أو نقلو نسخو شو قالت منظمة صح العالمية هودي ما عم بيحكو علم هودي شو عم بيعملو اتلقنو تيلقمو يعني انطلب منو يقولو هيك قالو هيك الكانو عم داريين أو مش داريين طبعتي كيف الهدف كيف شو هو لأفكار توصل يعني إذا شفت الطب عم بيحكو على التليفزيون بعد كورونا ما شفتو عم بيحكو العلم يعني وقت بيطلع دكتور بزري بيليك خد الطعم اللي بيطلع قدامك هلأ في شركات مثل أستاذاني كصاحبة طعمة من السوق وعتذلت من الناس هو شو بيعمل دكتور بزري هلأ ما بيعتذر بوقت بوقت كان طعم جيد لين احنا شكينا وهو ما شك لأنه هو يسق بالنظام الطب العالم نحنا لا نثق بهذا النظام الصحة العالمية نحنا نثق بمشاهدتنا نحنا شفنا أنه جهاز المناعة منه بحاجة منه بحاجة أبدا لها أنواع من الطعومة ولا غيره لكن بالزمان في واحد نسيتش اسمه دكتور أوشي يمكن دكتور تيم أوشي وصل عم بيحلل وعم بيخبر خبريت قصة الفيروس وينه وصلت الطعومة انت بتعرفي قصة قصة العدوى بلشتما باستور وكيف عمل أول طعام وحكي عن العدوى ولمالعدوى وإلى آخرها وصار يعمل محاضرات قبل ما يقول لهم ما تواخذوني لوميكروب سيريان لتيران سيتو يعني قصة اللي كنت عم بحكي بدي واجه ربي هلأ أنا لازم واجه ربي أنه أنا اعترفت بخطأ يعني ما في عدوى في جهاز مناعة أو لا يعني بواسكون جهاز مناعة أوي ما في شيء اسمه ما في خوف على الإنسان فكأنه ربنا خلق الإنسان بأفضل تقويم الناس يضبط له جهاز مناعة قالوا يا باستور ويا بزري ويا شباب ضبطونا شوية فكسن كم طعم تنضبط نحفظ على الناس شو هاد دجال هيدا شو هاد دجالين هوده بس ما فينا ما فينا نعمم ما فينا نعمم أنا بتهمهم هوده اللي اشتغلوا برنامج كورونا بتهمهم بالقتل أنا صاحبي مش عقول اسمه بركي ولده ما بدون صار في عنده ديق نفس هيك تلفنت للدكتور كنا عم تعاون نحن ويا قدام أيام الكورونا حكي معه قال لي عنده مشكلة قلب مش كورونا يعطيه حبة الاجزوتانيل وفي وقت الصباح خدير عم بيحكي مع بنته وفي وقت الصباح عملي له ايكو وستيس بياخد حبة الاجزوتانيل بيروق اللي عند مضروب جهاز التنفس بيروق على حبة الاجزوتانيل لا رأى الصباح اخدته على مستشفى هون صاروا يعيجوه لشو لكورونا مت بالقلب الخمسة شاب شو بدي خبرك للأسر ليس ومية من هالك الزبين الله يرحم جميع الموتى يعني هيدا الموضوع ما بدنا يعني نكون عم نغرق اكتر واكتر بتفاصيله بس انا حبت اعرف انه بالعالم كيف تمت صناعة الخبر والخبرية وتعميمة وصناعة الخوف وتأثير الخوف على الجهاز المناعة لانه كمان فيه تقرير كان اقول انه ثلاثة ربعة الخايفين بتنقص عندهم المناعة بسيطر عليهم الخوف وبالتالي بسيطر عليهم اي عوارد مرضية وبكون حياتهم مهددة هيدا ما حدا يعني كمان اتناولها بشكل جدي ايه في واحد مصري حكيها بشكل تفصيلي وعلمي نعم شوف كيف كنت عب حكيك عن مركز اللي كان بس اداتي ودي عملي كان عنده هدف انه يشوه يشوه صورة خريق معين وقت كورونا كان في مهندس واحد لبرنامج كورونا هلا حسبنا اغلاطي كان في مهندس واحد هيدا تغليك الاشعات كيف تبرون وين بلشت الكورونا بصين بوهان بصين خلال شهر شهر عملوا لشهر تثبت بقى الوشر خمس تلاف وثمانمية وفات وقدة شي ستين اثمان وخمسين الف اصابة ومعزولين ايه وكيف قدرت الصين احتواء الاوباء صاروا صفر كورونا شهر شو عملوا بهالوقت هلو صاروا يفرجون اعلموا عملوا مستشفيات خلال جمعة وجمعتين صاروا يعقموا الطرقاط ويعقموا الناس عملوا هودة التونالات اللعوة فيهم شي ولبسون كمامة ولبسون اوقات اكتر من كمامة وكل هالدجر والناس قالوا ماشي عالطريق وتوقع شفت شي حدا ماشي عالطريق ووقع من كورونا شفت هلق شفت اسرياضيين واعلميين عم يوقع وعلى هاي دي بعده الطعم ماشي اليوم الكروس بستغلك فرجونا كل البرنامج اللي تطبق بكل العالم بوهان كيف انه اللي عملته الدولة الصينية الحديدية بوهان لازم انتو الدول تعملوا متلا تعملوا الحال هاي الادارة مدير واحد طلب منهم يعملوا هالشي خلصت لوين ودوا على الدولة الكاتوليكية اللي هي إيطاليا شوفي بإيطاليا في روم في روم الفاتيكان بس عملوا المجدرة الاعلامية الشي اللي هي كاذبة طلعين انه في هالقدي الناس عم بتنوتوا عم بشير الاكسجين على الكبار ويحطون على الصغار وكل الخبريات والاكسجين سبب الوفيت يعني بعدين اكتشفنا بس خلصوا اجا عيد الكبير شو عمل بابا الفاتيكان بابا بابا جون بابا بابا فرانسيس شو عمل عمل الديس عيد الكبير وين بساحة مربط رسولولوس اللي بتساع الالاف وعشرات الالاف من زمائل الالاف ما عنده فكرة كورونا كان هو والذي يخدموه بالقديس وجاب الصليب المسلوب اللي كان قال بضيع بايطاليا وبالزمان خلصوا من كارسي حطوا حدوا وعمل الديس هون كلمة عملوا بالشابال فوق بالفاتيكان جوا بالمبنو هزيل انت مش عيكوا عندك جمهور أنا برأي هيدا ترويج لفكرة كورونا انه انتبه هيا ناس في كورونا ممنوع حدا يجي ممنوع حدا يجي على القديس تقديس من البيوت ونحن نقديس لكن تقديس البيوت ممنوع ان نقرب على بعض ممنوع فالكاتوليك هون شو يعملوا يسدوا تقلم الدولة الشعيعية الحديدية لدولة كاتولوكية لرأس الكنيسة الكاتوليكية وبعدين تقلوا على الانجلوساكسون ورحوا على والمكان هيدا مش رئيس مش مدير واحد للكورونا بكتولي لي وصاروا الصين ينتهوا الأمريكان وأمريكان ينتهوا الصين ليش بيعولوا هيدا هيك وهيك انت بضيعي الهدف انك تضيع هيدا هيدي هي ما تتوصل للحقيقة والمهم انه بس ويجو انا مسلا بعض في استاذ جامعة كتير بيفهم بحس كل شي قلت له مطل طعم قال لي يا خي كيف انت بتحكي على الكلام هيدا انجلا ميركل عم تقول الطعم مكرو عم بيقول الطعم الرئيس الفن عم بيقول الطعم بيقول هم انت بدون مصلحتك من انت الحكومات بدون مصلحة الناس هي هدفها تحكم الناس بس مش ولا مرة كان هدفها تعمل منيح للناس كمال لما حبتها للناس بتعمل شي محدد تضل ينتخبوها غير هيك ما بيعنون هيدا برنامج بكل عالم ماشي ما كان يصدق الطعم وندم بعدين هلا ما رح نخلي يندم للطعم ويحمين ويرد عنه لانه كمان وما بدنا نلوم وكل واحد عنده حرية وكل واحد عنده أناعات وكل واحد مسؤول عن حاله ما يستحق انه تعمل عنه كتاب استاذ روبير وتحكي بالوقائع وبالحقائق شو صار وكيف وصلنا لهون اليوم تنتعلم من تجربة الأخبار الزائفة كيف اليوم بالحرب النفسية خلال الحرب عم نعيش لكن قبل ما اختم اذا بتسمع في خبر عاجل صدر قبل عشرين دقيقة ونقلا عن موقع الجزيرة بقول الرئيس نبيه بري الساعات لأربع وعشرين المقبلة رح تكون حاسمة في نجاح المساعي أو فشلة للتوصل إلى حلول سياسية لا تضحكت 24 ساعة حاسمة لإجابة أو سلبة شو أخذنا نتيجة ماشي يعني يام نفوت أكتر بالحرب شو يعني يام توقف الحاج شو يعني هلأ برجع جنوب أو روح عشمال ما بعرف هلأ ما ننطر 24 ساعة ننترى فاز ليش ما ننطر 24 ساعة ناطرين نحن من سبعة أكتوبر ناطرين وقابل كامل نعم بتحب تقول كلمة أخيرة بنهاية لقاءنا إنو كنت بدي أقول كلمة ولتهايتنا بهيدا نعم كنا عم نقول أنك تعمل كتاب وتوضع النقاط على الحروف كيف تمت أنا بدي أقول الشام اللبناني أنا واحد منهم أنا عندي حجمي دقوا واحد يكون مرجع لقلكم بكل عائلة بكل تجمع بكل مجموعة وما تصدقوا الأخبار شو ما كانت تكون أول شي ما فيكن تصدقوا خبر بدون لينك هيدا دغري ما تقروا إذا في لينك بدنا نشوف مين وإذا مضبوط لينك أو حطين للينك أواد بيحطوا كيف مكان لينك المرجع موصوق أو مش موصوق أنا شو هدفي بالحياة عيش بارتاح ما فيك ضل مخوفني ومتععبني ورعبني وقلقني ومش عارف شو بدي أعمل بكرة وصير الناس يعلقوا بعضهم بالبيت بالأخير طبعا لفشوا خلقوا بالبعض أنا طول أنا من أول بلاشت أشتغل بالسياسة الاجتماعية والاجتماع السياسي تذكر سنة السبعة وثمانين كنا نروح نتظاهر كطلاب يعني كنت أجي على البيت خط التليفزيون تشوف إذا يحكي عنا غلط أو كذب ولو أنا كنت عيش الحالي كانوا يحكوا غلط أو كذب أوقات هيك أوقات مفين أوقات معنا استرجاع مع وقت أخذو وطلعو على الطابق الخامس وضربو وكذا ونزل شباك قال لي شوف مبينة لي مضروب شوف كذا كذا فجيت وصار في بيانات متبادلة بينه وبين الوزارة المعنية فجيت تشوف الأخبار شو بد تليفزيون بالأخبار شو أحيحكي مش تاسمع الخبر وصد تشوف بيحكوا صح أو غلط لأن الخبر عندي وانا كنت هناك من وقت الهلق بس اسمع خبر بتسأل حالي شو المزبوط هفكر عن التليفزيون ما بحد من سنة 2010 من وقت وقعت يا أسيوبية وبلشت الخبيصة لتلق المرات تبقى نطفي التليفزيون لأنه كثير مؤذي كثير مؤذي التليفزيون هلا في أقزة من التليفزيون بس الحلو بالتليفون فيك تنقق التي تريد تقريب في كثير واسع لك أنا بتابع بس مواقع موصوقة التليفزيون بديك تسمع كل الأخبار التي تريد لك هون ترى عنوان يحجبك تقريب لا يحجبك تقريب تكفي يسمع كل السموم تبعهم وفي أخبار لا تكفي وهو التوكشو كيرسي كمان سمع انفي إصام شخصية إذا تنقق كل واحد تسمع كل واحد وتصدق لا تستطيع تحققوا من المصدر تحققوا من الحقيقة إذا لم تكن تحققوا بالشخصية تلفنوا لحدها توسع وفيه لازم يكون مرجع والمرجع يكون موصوق إذا لم يكن الخبر يقول بجيب لكم يا ليس يقول يا واحد خلص شو قال هك صدقني ما فيكم تكفي عيشين على الإشعاعات وتكون تفلتوا فيلتر قوي كتير من يومين في واحدة مانع يمكن أنت كنت عم تابع له آخر شي قلت لها بدك رأوة قلت ل أنا مسيحية قلت لها صليل ما صبحة يعني قاعدة بحالة أحباطه بدك تحب تغيرك نعم وعم تزد أخبار كمان اي وعم تزد أخبار أخبار اي وبعدين إسرائيل عم تصفنا قصة الصورة على طريق كسروان تذكرة هيدا نموذج حدا نزدت واشتاحوا الشيعة كسروان واجوا القيادات الحزبية على جروض كسروان بالصورة مطع تحتنا يا خيرو شوي اي لك هون نحنا ووان لك هيدا تأثير الاعلام اللي ضدك يعني إسرائيل عم تقصفنا مش حزب الله انتو مشغول رأسكم بحزب الله وتركي إسرائيل تبعتيدا بس هن بترجمتهم لو لا من حزب الله إسرائيل ما أصفتنا بس مين أصفنا ما عندهم في مشكلة مين أصفنا أنا دايما بسأله لحدا بدافع عن إسرائيل إلا سبب واحد لا أدافع عن إسرائيل أنا بسأل الأوقات الناس يلي بدافع عن إسرائيل إعطيني سبب واحد أنك إنت عم تدافع عن إسرائيل هلأ إسرائيل كان بيا عندها سبب 67 ما كانت الفلسطينيين؟ إسرائيلية ما كانت الفلسطينيين؟ إسرائيلية بيحللوا الحدود معينة على نص دقيقة أو على ساعة أو ما بعرف على ستة شهر ما بعرف كفيف كل واحد المهم ضايع الأساس ضايع الفكرة الأدرسية والمعلومة الصحيحة ما فينا نعيش هيك إسرائيل العدو إسرائيل لو لها لبنان بألف خير بدي خبرك معلومة يلا معاً بكتير وقت عشر سوائن كلونال بالجيش الإسرائيلي كان قاعد هو مسؤول عسكري بحزب معين سنة 82 بمصبح بيجوني هيدا نصول عسكري هو خبرني سألوا للكولونال قامت بتخلص الحرب بلبنان قالوا بس تفتقروا قالوا ليه قالوا أنا كولونال بالجيش الإسرائيلي ما بحلم سوق سيارة شوفيرك بس تفتقروا بتخلص حرب بترجع بتقليلي من حق عمين هيدا العبرة هيدا العبرة شكرا لك روبير الهشم شكرا لك فورك وشكر الأكبر للأصدقاء المتابعين وإلى اللقاء عبر صدفة